حسين الرويسي 41 سنة أدرب حساب دهني وألعاب الحساب مدينة المحمدية بالنسبة للمجال الحساب الدهني كتتعلم بأن التعليم مخصوش يكون بذيك الطريقة المألوفة اللي عهدناها طريقة المألوفة أشنو كتعتمد على أن الطفل يحفظ واحد القواعد مالليك يحفظ ديك القواعد كيطبقها ولكن مالليك الرجع المرجع اللي كيرجع ليه التعليم الفسوء الانتليجونز دي الطفل أشنه هو بمعنى أن الطفل خصو القدرة على التكيف إذن الطفل باش يكون عنده القدرة على التكيف مخصوش يتكيف فقط مع مع القواعد خصوه يتكيف وهو خارج القواعد مالليك أن تعامل الأصابع فقط الحسابي الأصابع هو مجرد لعبة لأن هذا واحد لكن في الحساب ديني شفك تقسموه خمسة في الحقيقة هو كم يساوي واحد في الحساب ديني كم يساوي خمسة معلم خصو يكون عنده دكاء عاطفي بمعنى أنه خصو يقدر يفهم دوك الأطفال باش يفهمهم خصو الأخطاء ديالهم نفسهم خصو يشوفهم بشكل تنثلات أو لمنطق آخر ليقدر يصلحو بشكل آخر هو اللي تي الأستاذ يباليه زايد خمسة ناقص خمسة زايد خمسة ناقص خمسة زايد الاثنان مع ابنتي كنخدم الحساب الدهني لأن الحساب الدهني هو خارج دوك القواعد المألوفة اللي كي يتعلموهم الأطفال في المدرسة أو لخارج المنهج وهو كيعطي الثقة في النفس كيعطي لكويت أكتيف وكيعطي الملاحظة الجيدة والتركيز الجيد بالنسبة للأطفال والطفل كي يقول لي مستقل وقدر أنه يعتمد على نفسه تسعود وثمانين ناقص اتناش زايد تلتاش ناقص ستة وخمسين ناقص تمنتاش زايد تلاتة وستين ناقص واحد وسبعين زايد ستة زايد تسعود وربعين شحركة تساوي تلاتة وستين بغافو نصيحتي للأباء أنهم يشجعوا أولادهم على الحساب الدهني وألعاب الحساب لأن الطفل من خلالهم كيتعلم باللعب وكيتعلم من خلال الأخطاء دياله وكيتعلم من خلال التدريب بلا ما يكون تابع لواحد القواعد كنحفظهم ليه وكنعودوا نقولوا ليه طبقهم نفس الشيء كنتمناه بالنسبة لمدارس لأن البرنامج ديال المدارس كيبان هو برنامج جدي فلا يعني ما فيهاش مكينش مشكلة لو أننا نديروا برنامج كيقرأوا الأطفال باللعب وأكبر برنامج اللي ممكن أنه يندمج لنا الطفل في التعلم باللعب هو الحساب الدهني وألعاب الحساب اشتركوا في القناة